مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من زواء الحدث نناقش فيها أبعاد أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها مناطق سيطرة ميليشيا الحوثية في ظل الضجة التي يشهدها الرأي العام اليمني بخصوص نية ميليشيا الحوثي تطبيق قانون الزكوات والجباية الخمس على أساس التمايز الطبقي ظهرت فجأة أزمة مشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم ثمت من اعتبرها أزمة مفتعلة لتشريط الرأي العام وإشغاله والتخفيف من حملات الغضب التي تشهدها وسائل التواصل بينما يتهم الحوثيون الحكومة والتحالف بمنع وصول سفن الوقود والوقوف وراء الأزمة بالمقابل نفى المكتب الفني في المجلس الاقتصادي الأعلى تابع لشرعية المزاعم الحوثية مضيفا في بيان صدر عنه أن منطقة المخطاف ومنطقة رسو السفن في الميناء خاضعتان لسيطرة ميليشيا الحوثي وليس للحكومة أو التحالف وحمل المكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مسئولية أي سحب من رسوم واردات الوقود البالغة 45 مليار ريان وأضاف أن الميليشيا تتعمد تفريغ سفن الوقود والغذاء بوتيرة بطيئة بهدف تراكم السفن في تلك المنطقة وتجاوزها حدود الأمن والسلامة نتوقف عند هذه المستجدات لنناقشها في محورين ما حقيقة هذه الأزمة وما أبعادها وكيف يمكن التدخل لإنهاء معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش أزمة مشتقات جديدة مفتعلة تشهدها العاصمة صنعاء والمناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي عادت طوابير السيارات أمام محطات الوقود منذ يومين نتيجة ظهور مفاجئ لأزمة جديدة للمشتقات وبحجة سيطرة على الأزمة أعلنت شركة النفط التابعة للحوثيين عن تطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية لطالبي التموين بالمشتقات الحوثيون اتهموا الحكومة والتحالف بالتسبب في الأزمة وهو ما درجت عليه الميليشيا الإنقلابية مع كل أزمة مشابهة المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية نفى لاتهامات الحوثية وقال إنه لا يوجد أي تدخل أو إجراءات من الحكومة والتحالف للسماح أو منع دخول شحنات الوقود أو الغذاء إلى ميناء الحديدة وإن الشحنات تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة وأرجع في بيان أصدره سبب التوقف الحاصل إلى بلوغ عدد السفن المتوقفة في الميناء وفي الغاطس أكثر من الحد الأعلى المسموح به وفقا لمعايير الأمن والسلامة البحرية موضحا أن سفن الوقود تخضع للفحص المصرفي والفني والقانوني المتفق عليه مع مكتب المبعوث الدولي والأمم المتحدة بهدف تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف اقتصاد الحرب والحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن مراقبون قالوا إن الحوثيين اعتادوا اصطناعة مثل هذه الأزمات لتشتيت الرأي العام عما تقوم به الجماعة السلالية من سياسات الجباية والانتهاكات المستمرة بحق المواطنين في مناطق سيطرتهم وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الصحفي المقرب من الحوثيين طالب الحسني وكما ينضم إلينا من الحديدة بسيم الجناني الصحفي أيضا أرحب بكما وأبدأ معك سيد طالب لماذا هذه الأزمة في هذا التوقيت خصوصا بالتزام مع غلو أو الشارع يغلي حول الحديث عن القانون الذي أقره الحوثيون مؤخرا أو جددوا ذكره وهو ما يتعلق بالزكوات والجبايات والخمص نعم دعنا نطفق عن أي أزمة اقتصادية أزمة تجمعات أي أزمة ستكون موجودة في المناطق التي تديرها حكومة الأنكاد الوطني والمجسد السياسي العلاء فأن هذه الأزمة هي مؤثرة بشكل مباشر عن الحكومة في صنعها وعلى المجسد السياسي العلاء بالتالي أيضا على القوات السياسية الحاكمة في العاصمة هذا متفق عليه ولا أعتقد أن أحد يستطيع أن يقول خلاف ذلك أو أن هذه الأزمة ومن ضمن أزمة المشتقات النفطية التواضير التي تنشأ عقد كل أزمة يعني هي ذاكبة على التحامل الأمر الآخر أن السعودية وحلفائها أيضا يمارسون حرب الاقتصادية وضغوط اقتصادية واضحة تماما على حكومة الاقتصاد الوطني في العاصمة وعلى المجسد السياسي العلاء وعلى الكثير من أشكال العلاء المجسد الاقتصادي الأعلى في بيانه أكد أن المرسى يقتض بالسفن أين هي الحرب الاقتصادية من قبل التحالف أو الشرعية؟ أي سفن؟ أنت تعلم أن ما هي السفن التي يمكن أن توضع في المرسى ولا يتم نقلها؟ أنت تعلم أن الإيقاف السفن في جيبوتي يكلف أن كل السفينة تقفع مدالغ مالية تصل في اليوم الواحد إلى 20 ألف دولار يعني هناك 66 مليون دولار يعني نسيجة احتجاز السفن بعضها تصل إلى 65 إلى 50 يوم حتى البعض عندما يقول أنه إسراءات وما شابه يأخذني أن يكون هناك إسراءات يعني تتكفر كثيرة أن تتوقف في جيبوتي وهي محملة بالنصف وتدفع مصطات في آلاف الدولارات أن تتكفرها أن تكفر شهرين ثلاثة أشهر في كثير من الحالات خاصة عن الكثير منها روح من الكل السؤال سيد طالب السؤال سيد طالب كيف لك أن توائم بين أزمة؟ نعم أنا حتى أختصر السؤال ونصل إلى الإجابة بشكل أسرع كيف لك أن توائم بين الميناء الممتلئ بالسفن الناقلة للنفط وغيرها وبين الأزمة الموجودة على الشارع؟ لك عملية منظمة لا يمكن أن يحصل هذا في أي مفاق في العالم لا يمكن أن تترك سفن في المرتع السفن في المرتع والزحان المرتع هذه أكاذيب لا فحة لا إذن أنت تكفر أنت تكذب المعلومات الموجودة دعني أسأل باسيم الجناني وهو في الحديدة وأنت في بيروت حتى تتضح الصورة للمشاهد أكثر سيد باسيم كيف هو الوضع في الميناء؟ نعم أخي طبعا نسأل كير عليك فعلا المشاهدين أصبحت مهزلة فعلا عندما نظهر ما يبنينا ستة سبعة أشهر ونختلق أزمة نحن نعلم من هم تجار السوق السوداء ومن هي الشركات المستوردة للمشتقات النفطية في الفديدة وفي ميناء الفديدة ولمناطق الشمالية لم يعود هناك شركة نفط للسوق العامة كل من يتم استيراده عبر تجار سوق سوداء تجار تبعود من مشرفي الحوثي صلنا على أزمات منذ عام 2015 والسوق السوداء أصبحت المحطات السوق السوداء الآن مليئة بشوارع حيث تحدث عن حصار مثلا كم هو الحصار الذي يتحدثون عنه كم شهر شهرين أنا أؤدي لك الآن بيانات من واقع كشف حركة السقون أمامي في تاريخ 35 أي قبل 10 أيام دخلت ناقلة نفط تحمل اسمها ديسيا بوتشي تحمل 14.095 14.095 طن من البنزين و 6.552 من الديزل هذه في ميناء الحديدة كانت موجودة وفرغت في الخزانات في الرصيف 2 و 3 وأين دابت هذه الكمية أحد عدت عن شهور متواصلة من دخول كميات مشتقات نفطية وتفريغها في الخزانات التي أصبحت منذ حوالي 6 أشهر ممتلئة وتكفي لسنة قادمة وليس 6 أشهر فقط سيد طالب ما يحدث هو منافسة هو منافسة لتجار المشتقات النفطية في داخل أروقة الحوثيين لدخول سفنهم وضخها للسوق التوداء وكلنا يعلم من الذي نستورد بالمشتقات النفطية شركة النفط في المناطق الشمالية في صنعها وفي الفريدة أصبحت وسيط فقط للتفريغ وأخذ العمولة وأخذ عملية الإشراف على توزيع المشتقات النفطية ولكن المالك الحقيقي لكل المشتقات النفطية التي تتصل إذن سيد باسيم أنت تقول أن هذه الأزمة غرضها إنعاش السوق السوداء دعني نعم نعم أنا أحدثت الآن على ناقلة أخرى موجودة اليوم في ميناء الحديدة أو قبل يومين أقملت تفريغ من المازوت أكثر من 7 ألف طن من المازوت الذي المفترض أن يذهب إلى كهرباء الحديدة واليوم حافظة الحديدة وفي كل سنة تعيش أسوأ أزمة إنسانية لانقطاع الثيار الكهربائي في كافة المناطق التي يسيطر على المنشهد الحوثي وللأسف نحن نعلم أن الأزمات مفتعلة الأزمات مفتعلة على السوق السوداء مليئة أحواش السوق السوداء مليئة بالقواطر النفطية داخل صنعاء داخل أحواش مليئة بأن كلها عبارة عن أزمة مفتعلة دائما نحن نعلم أن الحوثي يعتمد بالدرجة الأساسية لستغذية حربية وجبهاتها عبر المشتقات النفطية دعني أسمع رد طالب الحسني من بيروت سيد طالب سمعت ما قاله بسيم الجناني أنتم دائما تقولون أن الشرعية تتحدث من خارج الوطن وتتحدث من الرياض ها نحن نسمع الحديث استنادا إلى كشوفات وتواريخ وأسماء ناقلات بالاسم ومن شخص في الحديدة يقول أن الميناء تصله السفن والشحنات المشتقات النفطية بانتظام إذن لماذا الأزمة على الشارع؟ لاحظ أنه أولا ذكر سفينة سوتي وهي لم تكن حتى الآن لا تزال في جيبوتي فبعة السفينة تحمل نفط وتحمل مشتقات أيضا ومنها أيضا غاز لا تزال في جيبوتي لاحظ مولوء السوق السوداء إذا كان يقول أنه شركة النفط التي تتبع عبر ربو منصورها وحكومته ولا تعمل في صمعه فإذا كيف يمكن أن نحمل المجلس السياسي على حكومة الإركاب الوطني مسؤولية هم الحكومة حاليا ولكننا سيد طالب حتى يكون الكلام منطقي نحن الآن نحمل من يسيطر على الميناء وليس من يسيطر على شركة النفط ليس نحن من نحمل أقصد أن من يحمل من يحمل المسؤولية هو المجلس الاتصادي الأعلى يحمل الحوثيين لأنهم يسيطرون على الميناء وهو المنطقة التي تصل إليها السفن السفن لا تصل إلى شركة النفط إنما تصل إلى الميناء نعم كان يتكلم كيف يمكن أن نحملهم المسؤولين ثم نقول أنهم السبب المسؤولية وسبب الأزمة لأنهم يريدون أن يكون هذا النف أن يصل إلى السوق السوداء يعني هم الحكومة وهم السوق السوداء في نفس الوقت مع هذا التناقض يعني هم الذين يتحملون المسؤولية وهم أيضا السوق السوداء هناك شركة النفط التي في العاصمة طمعها هي من تدير النفط الذي يصل إلى المدن اليمنية التي يعني تتحمل المسؤولية حكومة الانقاذ الوطني والمجلس السياسي العلى لا يمكن أن تسمح هذه الحكومة بسوق السوداء لأنها ستضر الحكومة نفسها سيد طالب كيف أيضا هي من تشرب كيف لحكومة الحوثيين كيف لحكومة الحوثيين أن لا تسمح بسوق السوداء ونحن ونحن كأبسط مثال وأوضح مثال صنعاء في أغلب الأوقات لا تشتغل أو لا يباع الديزل والبترول إلا في السوق السوداء فضلا عن بقية المناطق التي هي الحديدة وغيرها يباع 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 في محقات تابعة الوزارة النسط والمهادن وموجودة في العاصمة فنحاول يباع للسوق السوداء إذا البيعات في الشوق السوداء فهو طب حكومة البطار الغدن وهي المثولة عن المتابعة بالنسبة للفيديوهات التي تصل على مواقع التواصل ولحن نرى أنا أقول لك نعم الآن أتكلم وأوصل معلومة واضحة يعني الضيفة الكريمة تحدث عن الشوق السوداء وتحدث يعني لأنه واحدة من الأسبوع التي تؤدي أن التحالف مع حكومة عبدالربو مصرهدي يوقفون السفن أنهم لا يريدون أن يتعاملوا مع تجار النفط وأيضا مع شركة النفط أيضا اليمنية التي في العثمة تنعى وبالتالي يعاقبون هؤلاء التجار ويعاقبون الشركات التي تستورس النفط لتفعهم إلى أن يتفعوا تكاليف بائدة لتحدث عنهم يحتجرون السفن العمل هي عملية حرب عملية ممحكات يعني لا يريدون أن يتعاملوا مع تجار النفط مع شركات النفط لأنهم يعتقدون أن هؤلاء يخدمون الحوديين كما يقولون لكن الذي يتمر هو المواطن أما أن نقول أن هناك سوق سوداء دعني أوصل هذا الرسالة أما أن يقولون أن هناك سوق سوداء ثم يقولون أن الحوديين هم سوق السوداء ثم يقولون أن حكومة صنعات تتحمل المثولية ثم ينكرون أيضا أن هناك احتجاج السفن ثم يقولون أيضا أنهم احتجاج السفن بسبب أن المرزا مليئ في السفن هذا تحبط دعني أعود لبسيم دعني أعود لبسيم حتى يكون الوقت مناصفة كما تريد وهذا المنطق وهذا المنطق سيد طالب بسيم طالب يقول أنه ليس هناك سوق سوداء ولماذا قد يفتعل الحوثيون أزمة حتى تزيد العبع عليهم خصوصا في ظل انتشار كورونا وفي ظل غليان الشارع مع هذا القانون الجديد المتعلق وليس الجديد إنما ما يتعلق بالزكوات والخمس وغيرها نعم طبعا هي سوق سوداء وهي منافسة في السوق السوداء هي مليارات تضاق الجيوب المشرفين على هذه السوق أولا دعني أوضح آلية دخول السفن المشتقة النفطية منذ عام 2017 وتحولت آلية دخول السفن وحيلة الأمم المتحدة عبر مكتبة في جيبوتي وإنها تشرف بالدرجة الأولى وتنظر التصاريح لدخول السفن إلى ميناء الحديدة منذ ذلك الوقت وكل السفن التي تدخل إلى ميناء الحديدة يصدر بها تصاريخ وتقوم آلية تفكيشها داخل جيبوتي هذا منذ عام 2017 بالتحديد أولا عندما نتحدث عن الشركات التي تعمل خارج إطار الشركة النفط نحن عندما نتحدث عن شركات وأسماء حتى قد تكون مهمية كلها عبارة عن غسيل الأموال ودخول المشفقات النفطية وكلها أنشئت بعد دخول الحوثين إلى المناطق الشمالية وأصبحت شركة النفط عبارة عن مشغل فقط تشعر على عملية إدخال السفن وتأخذ عمولتها وداخل خزانات منشئات النفط يعني فقط يعني أعطيق بعض الأسماء التي أنشئت وخيثة كيادات حوثية مثل محمد علي الحوثي ومحمد علي فريتا شركة تامكو شركة بوتوليس الامسيازة الدولية شركة الزهراء شركة فيول أويل شركة خصور صنع يمن إيلاث أتيكو أديما بلاك دايمون آزال بوتولين جيمة يمن جازولين أمان أتلاتيك أويل نيشال كلها هذه الشركات جديدة استحدثت بعد أن همشت شركة النفط اليمنية في صنع وأصبحت عبارة عن مشاقل فقط وكل هذه الشركات التي تستورد الآن النفط إلى مناطق الشمالية تتبع هيادات حوثية وهي من تتحكم بسوق النفط وكل ما يحدث اليوم عبر ميناء الحديدة هو عبارة عن منافسة لدخول كل من رغبة كل من هذه الشركات إدخال حصتها من النفط التي تضخ إلى السوق للكس فقط ميناء الحديدة هناك أكثر من حاوية اليوم عبوا بواخر موجود الأخير الصيف ميناء الحديدة منها حاويات منها قداء منها قامح منها علاجات منها أدوية المازوز اليوم موجود داخل ميناء الحديدة بينما يذهب إلى مصانع تجارية كمصنع عمران وغيرها وللأسف الحديدة تغضب الظلام وتغضب المعاناة كل همهم اليوم وفقط ضخ المشركات النصية للسوق الصوداء ويعاشها فقط هذا هو طالب الحسني هأنت تسمع معلومات وموثقة من بسيم الجناني هناك شركات كثيرة وجديدة على الأرض وخصوصا في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون لماذا هذه الأزمات لا تظهر إلا في في أوقات محددة خصوصا عندما يكون هناك غليان في الشارع نعم سأقول لك أولا ليست شركات الحديدة حتى لو غلق تسمع شركات نعم لأنها شركات حديدة وأنا أقول لك لماذا تم الوجوء إلى شركات متعددة لا ليس الموضوع موضوع سوء سوداء لأن طرق الآخر لن يتعامل مع شركة النص اليمنية في الحاطمة كما يشبج السفن ويصادر حفة السفن ويصادر حفة السفن وبالتالي كان هناك صعوبات كثيرة أن تقوم شركة النص في العاصمة صمع العمل وبالتالي نجعو إلى أن يكون هناك عدد من الشركات والحقيقة في كثير من هذه الشركات التي ذكر أتماعها ليست موجودة في العاصمة صمع وإنما حتى هناك من يؤيد من ضمن هذه الشركات وأيضا حتى كان العف وإتاج النفط هناك تجار كثير رائدون الغدوان ولكن هم يشتغلون تجار يعني أنت تريد أن تقول لي سيد طالب أن هناك مساحة من الحرية التجارية والاقتصادية والسياسية في مناطق سيطرة الحوثين حتى ينشئ أي شخص شركة تتعلق بالنفط وبالمشتقات ويشتغل هناك تعاون مع تجار كثير يشتغلون في التجارة ومن الطبيعي خاصة أن شركة النفط في العاصمة كانت تتعرض لمصادرة سفنها وهذا كان يخصر في 2017 وفي أكثر من فترة وبالتالي هناك صعوبات بأن تقوم شركة النفط في العاصمة بكل هذه العباد وبالتالي هناك كثير من التجار كثير من الشركات بدأت تعمل في النفط هذا أمر عادي جدا ليس الموضوع لا موضوع سوق سوداء ولا موضوع مثل ما تقول حريات طبيعيا هناك حريات للتجارة بالنسبة للتجارة يعني كيف يستقيم الكلام سيد طالب أن هناك حرية في التجارة ونحن كما يتكلم سكان صنعاء وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أن كل المباني والأراضي التي تشترى لأناس يعني يتبعون الحوثيين كيف يستقيم هذا الكلام أن هناك حرية في التجارة والأملاك الجديدة بأسماء مشرفي حوثيين وغيرهم شيطنة الحوثيين إلى هذه الدرجة يعني هي لا تقدم ولا تأخر حملات الشيطنة جزء من الحرب الألامية ضد الحوثيين طبيعي جدا نحن نستوعب كل هذا الذي يحصل يعني موضوع الشيطنة لهذه الدرجة يعني في كثير من المبالغة وكثير من المكر السياسي لأنه العاصمة صنعها وحكومة المقاد والمجل السياسي العالم بالتالي حتى أصدار الله وحوله فاهم من مصلحة أن يكون هناك نشاط تجاري من مصلحة أن يكون هناك تعاون مع التجار لأن اليمن يتعرض الحصار أنا أقول لك الحرب الحالية هي حرب حصار حرب اقتصار يعني تم نقل البنك المركزين العاصمة صرعاء وذهبوا به إلى عدم وما تتقر في عدم هناك الكثير من الكثير من الأخطاء الكالسية على اقتصاد اليمن في ظل هذه الاتهامات المتبادلة وفي ظل المعلومات التي أوردتها حضرتك يعني كيف تتحمل الحكومة مسؤولية في هذا الوضع ما مسؤولية الحكومة وكيف لها أن تقدم عونا أو فرجا في هذه الأزمة نعم أخي يبدو وظيفك لا يعلم فقط من اتخذ قرار التعوين هو من أتاح لهذه الشركات بالعمل وانعاش السوقات السوداء داخل المناطق التي ستطر عليها الحوثي منذ عام 2015 نهاية 2015 مع بداية 2016 قرار محمد علي الحوثي من المجلس السياسي بتعويم شركة النفط اليمنية وإستيراد المشتقات النفطية هو الذي فتح مجال السوق السوداء في كافة المناطق التي ستطر عليها الحوثي لم يعود الشركة النفط في المناطق التي ستطر عليها أي دور في توزيعهم في بيع إنسار فقط تعمل لتسحيل عملية الدخولة للمشتقات النفطية في خزاناتها وتوزيعها وتأخذ حقها أما من يتبع من يستورد من يحصل على الفوائد من يضخل السوق السوداء حتى أسماء المحطات التي تخرج من شركة النفط إليها للطبخ للأسف تذهب إلى الأحواج تذهب إلى مناطق سيطرة الأحواتين في كافة المحافظات الشمالية حتى من كانوا يصدرون كشفات توزيع المشتقات النفطية أصبح بشكل متقطع وليس كما كان الحكومة لا بد إلغاء غرار التعوين وإلغاء هذه الشركات الوهمية التي أصبحت واضحة جدا لغسيل الأموال وواضح جدا لاستيراد المشتقات النفطية وإنعاش السوق السوداء أنا أؤكد أن ما يحدث داخل أرواق الحوتيين هو عبارة عن منافسة كبيرة جدا لهوامير المشتقات النفطية لا بد أن تعاد بشركة النفط حيبتها ودورها في استيراد أشكرك بسيم بسيم الجناني أشكرك كنت معنا من الحديدة وينضم إلينا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر سيد مصطفى أهلا بك أهلا نصر أهلا بك وبالمشاهدين الكرام كيف ترى نشوء أزمة في هذا التوقيت في الحقيقة أمر مستغرب أن تحدث أزمة في هذا التوقيت في ظل تراجع أسعار النفط العالمي وحالة الكسادة التي يشهدها سوق النفط في العالم في تصوري أن هذه الأزمات المفتعلة يقف وراءها لوب كبير من المستفيدين من هذه الأزمات وبالتالي يعملون على المضاربة بأسعار المشتقات النفطية وزيادة أسعارها وبالتالي ينمي مزيد من الأرباح هذا يتطلب في الحقيقة أن يتم الكشف عن هذه الممارسات وفضحها أمام الناس كون هذه الأزمة لا يوجد ما يبررها هناك تدفق كبير دولي للنفط في المرحلة الراهنة وأمر كما قلت مستغرب أن يحدث هذا الشيء في ظل هذا الكسادة العالمي للنفط إذن ما أبعد هذه الأزمة إلى ما ستقول إليه؟ في تصوري أن الهدف منها هو خلق حالة من المضاربة بأسعار المشتقات النفطية وبالتالي ينمي مزيد من الأرباح خلال المرحلة الراهنة لكن لا أتصور أن هذه الأزمة ستستمر لأنه لا يقد ما يبررها في الحقيقة إذن هي أزمة لمفتعلة لإنعاش السوق السوداء وإدخال إيرادات جديدة لهم كيف يمكن التدخل لتخفيف حدة هذه الأزمة على المواطن الذي تكالبت عليه الأمور أو الأوضاع الصحية والاقتصادية والمعيشية وما إلى ذلك؟ في الحقيقة نسعر المشتقات النفطية هذه واحدة من الأزمات المتكررة باستمرار ويتحكم فيها أطراف نافذة في السلطة في السلطات المتعددة في الحقيقة وهي تجارة ترتبط عادة بالفساد وبلوق السلطة أكثر وبالتالي المتحكم فيها هم مجموعة محدودة من القريبين أو النافذين من السلطة إنعكاساتها على الحياة المواطنين بالتأكيد المشتقات النفطية تؤثر بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات كونها سلعة قائدة بمعنى أنها أي تغير في سعر سلعة البنزين أو الديزل يؤثر بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات تتأثر حركة النقل تتأثر أسعار الخدمات سؤال أخير سيد مصطفى من ناحية اقتصادية ما الذي بيد التحالف والحكومة عمله لكي تكبح أو يكبحان جماح هذه الأزمة بالحقيقة سلطة الحكومة المعترف بها دوليا على مناطق سيطرة جماعة الحوثي محدودة للغاية وبالتالي من الصعب الحديث عن تأثير مباشر للمناطق التي يقع فيها المواطنين تحت سيطرة جماعة الحوثي لكن هناك إشكالات متعلقة بعملية الاستيرات هذا على الحكومة أن تعمل على تسهيل هذه الإقراءات إشكالية مثلا في ميناء عدن وإشكاليات في ميناء الحديدة وإشكاليات كبيرة مرتبطة بالحكومة المعترف بها دوليا والحكومة اليمنية وأيضا مرتبطة بالتحالف لا يمكن الحديث عن هذه الأزمة التي فعلا يتسبب فيها أو تسبب فيها جماعة الحوثي والتجار المرتبطين فيها والنافذين فيها أيضا دون الحديث عن مسؤولية الحكومة في إطار ما هي معنية به ما يتعلق بعملية تسهيل التراخيص وعملية تحسين إدارة الموانئ اليمنية باعتبارها هي المتحكمة إلى جانب التحالف وتحديدا المتحكمة الرئيس التحالف خلال هذه المحاقات مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي شكرا جزيلا لكم كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر